وصلت إلى مطار مأرب الحملة الإغاثية في يومها الثالث وعلى متنها مواد غذائية وإغاثية عبر جسر جوي وعدد من الخطوط الإغاثية البرية تم إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أحد مخيمات اللاجئين في منطقة صافر جسر المساعدات الغذائية يتواصل إلى محافظة مأرب لا يتوقف جواً طالما ومركز الملك سلمان عقد المسؤولون عليه العزم على إيصال الإغاثة الشاملة بكل الطرق الممكنة ثلاث طائرات جديدة حطت بحمولتها ليتم نقلها وتوزيعها في محافظة مأرب والمحافظات المجاورة استقبلنا لليوم التالي المساعدات الإغاثية القادمة من مركز ملك سلمان عن طريق القوء للطائرات الوصلة إلى مطار مأرب وبالأمس استقبلنا 16 شاحنة في منفذ البقع سعدة تم توزيعها عن طريق الإتلاف على النازحين في القوف والخب والشعف وفي البقع وبالأمس وزعنا هنا في مأرب في مخيم الركزة وفي المدينة الجسر الجوي إلى مأرب وفر كثيرا من الوقت لوصول المساعدات كما أن منفذ الخضراء في البقع بسعدة عمل على إمداد المناطق المحررة مؤخرا في محافظتي الجوف وصعدة بمساعدات عاجلة للتخفيف على العائدين إلى ديارهم مرارة النزوح بلا شك المشاريع الماضية في خلال السنة الثانية الماضية كانت مشاريع إغاثية بحتة في مجال الإيواء في مجال الغذاء في مجال الصحة ولكن بلا شك عام 2018 سيشهد مشاريع تنموية إضافة إلى الإغاثة العاجلة في المناطق التي لا زالت دار فيها اشتباكات من المناطق المحررة فستبدأ عاجلة التنمية فيها وبدعم من مركز ملك سلمان تدشين الجسر الجوي بمأرب والجسر البري في صعدة يأتي تأكيدا لإعلان التحالف العربي توفير 17 منفذا آمنا لوصول المساعدات تواصلا لمشروع الإغاثة الإنسانية الشاملة بالدواء والوقود والغذاء يواصل مركز الملك سلمان تقديم المساعدات إلى اليمنيين باستمرار الجسر الجوي إلى محافظة مأرب محمود الحميدي الإخبارية مأرب